السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة السنوية العامة اللغة العربية صعبة خالص افهمها وانت تتخلص منهجك في شهر واحد انت بتقولي ايه محمود يا زيني شهر واحد عشان ما تزعلش وما بغلقش خليها شهر اتناشر اه كنت مستمع حضرتك اقولك شهر اتنين والله شهر اتناشر ليه العربي كله عبارة عن ايه عبارة عن ادب ونحو وبلاغة والباقي تدريب من اول يوم انت لما تفهم الادب صح هتحقل نصو صح ولو حلت نصو صح لا يمكن تحقل الا لما تفهم نحو صح الربط من دوبة دوبة ده هتعرف اسلوب القصر ازاي في البلاغة من النصوص الا اذا كنت تعرف الفعل من الفاعل من المنظوم هتعرف تقديمه التأخير ازاي اذا نحن عندنا حاجة اسمها ربط من الاخر خليك مع حد خبرة عشان تيجي في الاخر وترتاح وعشان تيجي في الاخر وترتاح احنا هنا م ايه اكاديمي وفرنا لك كل حاجة ادخل وشوف الفيديوهات اللي موجودة وهنزلها لك احنا كمان احنا عملنا في المنصة دي قناة هتلاقي بقى فيها المجاني وهتلاقي فيها المسجل وهتلاقي فيها الاولاين احنا عملنا بنك اسئلة ما يخرش المايب وعملنا كتب هتصلك لحد عندك وهتشتغل في المنصة طب ايه منصة ولا سنتر انا شخصيا اقول منصة بس بشرط تكون منصة ام ايه اكاديمي وكنا قاعدين مع زمينا دلوقتي خبراء في الكيمياء والفيزياء ومؤلفي الكتب كل واحد بيقول الاف من الاسئلة بفنك اسئلة وكتب هتصلك لحد الجيل اعتقد ان بصيت برا هتتعب قوي وان قارنت منصة ام ايه اكاديمي باي منصة اخرى مفيش مقارنة ما تروحش بعيد طبعا اللي بيتكلم معاكو محمود الزيني احد مؤسسي كتاب كيان المطور واضع المادة بجريدة الوفد اتمنى انحقق الترجط بتاعنا ادخلوا عندنا هتلاقوا ان الدرجة النهية موجودة او قريبة منها في النظام الجديد اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته